التدريب أصبح حاجة ملحة في كل المجالات وخاصة في مجال التربية والتعليم التدريب هو أنواع وإشكال الدورات التي تقام من حين إلى آخر للمعلمين لو حصرنا الكلام في شريحة المعلمين هي متنوعة متعددة أحيانا تكون لرفع الكفاءة أحيانا تكون للتأهيل أساسا أحيانا تكون تنشيطية أحيانا تكون في صورة ورش عمل فالموضوع لا يقتصر على أنها ورشة أو دورة تدريب فقط وإنما هي متعددة أيضا وفق قانون علاقات العمل الليبي المعمول به الآن هي تقام الدورات لكل موظفي الدولة الليبية المفروض من حين إلى آخر تشمل كل الشرائح في الوظائف وكل الوظائف في الدولة أي وظيفة لابد أن تقام لها أو الموظف في أي موظيفة لابد أن يتلقى دورة لمدة 15 يوم في العام سواء كانت متصلة أو متقطعة طبعا فيما يتعلق بالدورة التي تقام الآن أو أقيمت في مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع مصراته جاءت هذه الفكرة بناء على تلاقح أفكار من شرائح متعددة في حقل التربية والتعليم كانت الانطلاقة في اجتماع ضم خبراء من السادة المعلمين والسادة المفتشين وأساتذة أفاضل مصنفين في السلم الوظيفي في التفتيش التربوي بأنهم مستشارين بالإضافة إلى أساتذة من الجامعة وكان الاجتماع حضره السيد مراقب التربية والتعليم والسيد مدير فرع مصرحة التفتيش التربوي مصراته ترجمة نانسي قنقر